يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوزوا أن نسلم على دعاة البدعة إذا كانت بدعاتهم تقتضي الكفر فلا يسلم عليه أما إذا كانت بدعاتهم دون الكفر فإن كان في هجرهم ردعا إن كان في هجرهم ردع لهم يهجرهم إذا لم يكن فيه ردع لهم فيسلم عليهم وينهاهم عن البدعة ويبين لهم نعم